من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة هيتم اطلاق عشر قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا للأهالي في محافظات القاهرة البحيرة مطروح المنوفية الغربية وضميات وإنة وبنسويف وأسوان وكمان جنوب سيناء النهاردة المجلس القوامي لحوالإنسان هيعقد أول اجتماع لي بالتشكيل الجديد برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لوضع خطة عمل المجلس خلال الفترة اللي جاية كمان من ضمن الأخبار اللي هتحصل النهاردة المية هتقطع عن بعض قرى مركز شيربين في محافظة الدهلية لمدة ست ساعات من الساعة عشر الصبح والحد الساعة أربعة العصر وده بسبب أعمال الصيانة والمناطق اللي هتتأثر هي قرى أبو جلال وجميع العزب التابعة للوحدة المحلية ورياضيا النهاردة هينضم النجم الدولي محمد صلاح ومحمود حزن تريزي جيل للتدريبات المنتخب في معسكر مغلق استعدادا للسفر للكاميران بمشاركة في نهايات الأمم الأفريقية